بمطار برخاسة دولي بمدريد ما يزال المسافرون ينتظرون السئنة في الرحلات بعد أيام قضوها هنا بالمطار أزيد من مئة رحلة جوية تم تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب أحوال التقس السيئة التي تشهدها البلاد خصوصا بعد العاصفة الثلجية التي سجلتها مدريد والتي اعتبرت الأقوى في إسبانيا منذ خمسين عاما كنت سأسافر لأرى والدي ووالدتي يبلغان من العمر تسعين عاما وهما مارضان لم أرهما لما يزيد عن عامين أنا ممتعد لأنهم لا يخبروننا بأي شيء هنا يقولون بأننا لا نستطيع السفر لأن مدرج الهبوط يغطيه الجليد انتظروا بفارغ الصبر انتلاق الرحلات لأعود إلى بلدي لا أتمنى أن أعود إلى هنا مرة أخرى المسؤولون عن إدارة المطار كانوا قد سرحوا أن استئناف الرحلات لن يكون ممكنا إلا بعد أن يتم تنظيف مدرج هبوط الطائرات من الجليد وتصبح الظروف الجوية ملائمة من جانبه كان وزير النقل الإسباني خوسيلويس أبولوس كان قد حث المواطنين الإسبان على عدم السفر وعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى كانت إسبانيا قد شهدت عاصفة ثلجية وصفت بالاستثنائية خلال الأيام الماضية واجهت فيها المناطق الداخلية من البلاد ومنها مدريد موجة برد وسقيع غير مسبوقة وأمام هذا الوضع قام المسؤولون الحكوميون في العديد من مناطق إسبانيا بإعلان إغلاق المدارس وكذا المتاحف والمحاكم ومؤسسات أخرى حتى إشعار آخر